احنا عم نفوت مواقع اخباري من اوله لاخره ونحن نشوف بس عم نطلح يعني اقصى شيء عم نطلح 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 الصاروخ يوقع علينا ولا التاني يقول لك انا نطلح حتى ينفجر شيء فيني والتالك يعني شو عم نعمل هذه الاوقات التي بالساعات على المواقع الاخباري ليه شو نطلح لا ام تحبت تقرب الى الله هذا زمن زمن عبادة زمن الوجوه الى الله زمن انطراح بين يدي الله زمن تربية وتعليم ما قادر تطلع من البيت ظروف الامنية ولا غير ذلك ما قادر تعمل شيء تكلبشت في اشياء كتير بالبلد عم تتوقف فاشتغل على نفسك وعلى اهل بيتك على زوجتك على اولادك عاد علمهم حفظهم اقرأ لهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم انت وياهم حفظهم القرآن قوم صلى قيام الليل وصلى الفرض معهم وصلى السن معهم اذا راح تليك الفرض بالجماعة بالمسجد هيك بيكون عم بتربية وعم بتأسس اما مجرد متابعة الاخبار ليش لحتى اكون واعب اللي عبسير حوالي ما شاء الله طب قالو لك حيقصفهم شو هتعمل بقى يلا انت هلأ اخدت خبر انه يلا توسعت دائرة مش عارف ايش وحتوصل لعندك يلا شو هنعمل لأ انا بدي عرش عني يعني انت عليك اذا بنا ننقض الساعات فوق لتلات تلاف ساعة هالسنة انت قاعد وين على التليفون لحتى تشوف الاحداث وانما يكفيك الموجز يلي هو اساسا بتلاقي ما ان شاء الله وصل لحاله عندك كيف ما بتعرف بدون ما تتابع اخبارها سبحان الله اما على بعض الحالات او بعض المجموعات لا يصارت عندك بدون ما تتابع على مجموعات اخبارية فاحرص على وقتك هذا الذي ستسأل عنه غاية ما يحصل لك في الدنيا ان تموت ثم مجرد ان تموت من ربك ما دينك من نبيك تهت